أعطيني الحل يعني العلاج الشفاء كيف بحصل عليه أنا دائما أقول إنسان إذا بيبدأ من نفسه بيكون حكيم وعنده جرأة كبيرة وعنده قوة عظيمة لأن الإنسان الضعيف ما بريد التحمل المسئولية دائما الحق على الآخرين حتى بيشارقنا شو ما صار الحق على إسرائيل أنا اللي هون عم بدافع عن إسرائيل ولا عم بيتهم إسرائيل عم بيحكي بالمبدأ المقصود دائما لازم يكون فيه كبش فيه أو دائما الحق مش علي حدا عم بيخلف بيناتنا افطرد إنه بالعالم السياسي في بلدان تفتن في بلدان أخرى بس بالآخر يا لطيف يعني هالعالم الإسلامي اللي بيطلع أكتر من بليون بمئات الدول عشرات الدول من الشرق إلى الغرب يعني هالدولة الصغيرة قدرة تفتن فيهم كلهم إذا صح يعني هي في غاية القوة وهم في غاية الضعف لا بعدين قرار يعني أنا اللي بيقرر هاي الدول بتعمل لمصلحتها حر تعمل ما تعمل بس أنا كي بتجوها والدول كلها تظلم بعض البعض وفي ظلم من إسرائيل تجاه وأنه كل الدول تظلم بعضها لا نبر ولا ندين أحد ولا ندخل في السياسي أنا بعطي ماتل كيف تربينا على ثقافة الاتهام الآخر شخص لازم يكون أسمك فأول شيء تحمل مسؤوليتك الثاني شيء يقول للرب يا رب ساعدني اتنعم بنعمك اتلزز بغفرانك وساعدني يكون تلك القناة التي إن أراد الله أن يصل إلى عدوي بمحبته يا رب وصال له من خلاله في أجمل ما أنه أنا عدوي أو عدو الله أو إنسان غير مؤمن يشعر بنعمة الله من خلاله ويشوف يسوع من خلاله ومحبة المسيح من خلاله فأسلك الاتجاه المعاكس وحتشعر أنه في الغفران قوة في الغفران انتصار في الغفران مبادرة في الغفران مصالحة والإنسان النفس المروية تروى اللي بتزرعه بتحصده حب وغفور رح تشوف نحولك الغفورين والمحبين شاكس مع كل الناس ولهم كل الناس رح تشوف أنه كل الناس نزعجت منك فيه ناس أوقات بصيروا بدون أصدقاء وملمتهم على الآخرين أديش حلو الإنسان يكون محب ولطيف مع الآخرين هو أول من سيحصد هذه البركات في حياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر